تقدم رئيس وزراء دولة السودان عبدالله حمدوك بالشكر لرئيس مجلس وزراء السيد مصطفى الكاظمي لموقف الحكومة العراقية في دعم السودان وتقديم المساعدات للشعب السوداني لتجاوز أزمته الإنسانية جراء الفيضانات من جانبه عرب الكاظمي خلال الاتصال الهاتفي مع رئيس الوزراء السوداني عن تعازيه الحرة للحكومة السودانية من ضحايا كارثة الفيضان وأكد حرص العراق حكومة وشعبا على التضامن والوقوف إلى جانب الشعب السوداني لاجتياز محنتهم الإنسانية وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في مجالات متعددة